كلما اقترب موعد الانتخابات المبكرة ازدادت نقاط الخلاف بين شركاء العملية السياسية التي بات عنوانها الأبرز فشلها وانعدام الثقة بين أقطابها وهم يلهثون وراء المكاسب والامتيازات ما دفع العديد منهم للسعي نحو ضمان البقاء في السلطة وتدويرها عبر شتى الوسائل حراك مستمر ما بين علنيين وآخر خلف الكواليس تمخض عنه الاتفاق بأغلبية بسيطة على تقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية وفقا لمقترح تقدمت به اللجنة القانونية النيابية ينص على توزيع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة بشكل مساول لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة لكن البرلمان فشل بتمرير الفقرات الأخرى من قانون الانتخابات سيما بعد كسر نصاب الجلسة بانسحاب عدد من الكتل السياسية ما دفع رئاسة البرلمان إلى ترك الجلسة مفتوحة لحين إكمال التصويت على القانون مراقبون أكدوا أن تصويت البرلمان على اعتماد الاستناد إلى الكوتا النسائية يعد معيارا وهميا من أجل تمرير الدوائر المتوسطة لتبقى الإشكالية المتجسدة في السؤال عن المعايير التي جرى في ظوئها اعتماد دائرة معينة ورفض دائرة أخرى من جهتها أكدت النائبة عن تحالف القوى زيتون الدليمي صعوبة تجاوز القوى السياسية خلافاتها بشأن الدوائر الانتخابية مؤكدة أن رؤساء الكتل ما زالوا مختلفين بشأنها ولم يستطيعوا حتى الآن الاتفاق على شكلها رغم حراجة الموقف الذي وصلوا إليه وفي السياق ذاته اعتبر النائب السابق جاسم الحلفي قانون الانتخابات الجديد بأنه ترسيخ للطائفية ومحاولة لتوريث المقاعد النيابية على غرار ما يحصل في لبنان بينما أكد النائب محمد الشاعر السوداني أن القوى السياسية ذبحت ما سماها العملية الديمقراطية بصيغة قانون الانتخابات الجديد وأسست من خلاله ديكتاتورية متعددة الأطراف لضمان مصالحها تصويت على المكاسب هكذا وصف مراقبون قانون الانتخابات الجديد مؤكدين أن أحزاب العملية السياسية واصلوا من خلاله وأدأي بوادر لعملية ديمقراطية وإمعانا بعمليات التزوير واللعب بمصير العراق الذي بات بين يدي أشباه الساسة الفاسدين